فعات تنظيم الدولة جمدت معركة تكريت بالتفخيخ والقنص لخمسة ايام لكن العملية العسكرية استؤنفت في اليوم السادس بقصف مركز على مواقع المسلحين بالتزامن مع وصول تعزيزات واسلحة وذخائر الى تكريت تمهيدا لاقتحامها حصر عدد من العناصر داعش في مناطق تل السوق اطراف منطقة العالي منطقة البضايع هناك بعض الجيوب البسيطة الآن القطاعات العراقية بدأت بتمشيط هذه البساتين وتمقت العدد منهم احدهم صيني صينة جنسية قيادة عمليات صلاح الدين اعلنت استكمال التحضيرات فيما يتعلق بخبراء مكافحة المتفجرات او كاسحات الالغام لاستئناف عملية تكريت برا فيما القى سلاح الجو العراقي منشورات على مدينة الموصل شمالا تبلغ الاهالي باقتراب موعد تحرير المدينة من تنظيم الدولة الذي يسيطر عليها منذ يونيو الماضي معارك صلاح الدين الاخيرة وايضا معارك في الانبار واستعدادات الموصل كلها تشير الى ان الجيش العراقي اعاد ما كان يفتقد اليه من قبل وهو الثقة بالنفس والعزيمة والاسرار والارادة والتوافق مع المكونات ويأتي القاء المنشورات على الموصل بعد اقل من يوم واحد من اجتماع وزير الدفاع العراقي مع ابرز قيادات الجيش لبحث الاستعدادات اللازمة لمعركة تحرير مدينة الموصل من المسلحين ابرز ما تحقق اثناء عمليات صلاح الدين هو استعادة السيطرة على ثمانية الاف كيلو متر في عموم المحافظة ومساهمة الالاف من ابناء العشائر في تحرير مناطقهم وتولي مسئولية حمايتها وهو ما قلب الطاولة على حسابات التنظيم غرب البلاد وشمالها طارق ماهر التلفزيون العربي بغداد